أَوْفْدَرْزُوْخِ نَخْ دَنْبَاكْ البحث عن المنتزه أَوْفْدَرْزُوْخِ نَخْ بلوس داتي فمعناها البحث عن أَنَّا وَلْتُ تُوم بَاكْ جَيّنْ يعني أَنَّا أرادت أن تذهب إلى المنتزه وَلْفِلْفُولِنْ فِى الماضي زي وست أبا نشت جناو زي دوتين قومن زولت ولكن لم تكن تعلم بالضبط كيفية الوصول إلى هناك وست هو الفعل في الماضي ضغط يعني إلى هناك كومن يعني وصل زولت هو الفعل زول يعني ينبغي أن في الماضي لذا سألت رجلا في الشارع عن طريق فراج الناخ يعني السؤال عن شيء ما ناخ حرف جر دائما يكون بلوس داتيف مع الشارع يعني الشارع نستخدم حرف جر اوف هنا بلوس داتيف مع ذرا هل يمكنك أن تقول لي حضرتك من فضلك كيفية الوصول إلى المنتزة؟ هذه العبارة يمكنك استخدامها عندما تريد أن تسأل شخص ما عن طريق لمكان ما انتشولدقون كونن زي مير بيتو زاغن في إيش تسو أو تسوم أو تسو على حسب الاسم أو المكان الذي تذهب إليه ثم كومن في آخر الجملة الجانبية يا زي شا نعم بالتأكيد جينزي جغادو أوس بستسو خويتسون اذهبي إلى الأمام مباشرة جغادو أوس يعني إلى الأمام مباشرة حتى تقاطع الطرق دي خويتسون وهو تقاطع الطرق و بعد ذلك في تقاطع الطرق التجهي يسارا يعني الاتجاه يسارا ثم استمر حتى ترى إشارة مرور فايتا جين يعني واصلا أو استمر دي أمبل وهي إشارة المرور إيش جغادو أوس و دان لنكس اندر خويتسون سأذهب إلى الأمام مباشرة ثم يسارا عند تقاطع الطرق و ماذا سأفعل عند إشارة المرور؟ اندر أمبل بيغن زي ريشتس أب عند إشارة المرور اتجهي أو انعطي في يمينا غيشتس أب بيغن يعني الانعطف أو الاتجاه يمينا جينزي دي شتخاص انطلان اذهبي على طول الشارع دي شتخاص انطلان يعني على طول الشارع و سيزيين دي باك سوف ترين المنتزه على الجانب الأيصر سوف ترين المنتزه على الجانب الأيصر شكرا جزيلا جام جيشين بكل سرور أنا فلغت دي أنفايزونغن اتبعت أنا التعليمات دي أنفايزونغن وهي التعليمات فلغت هو الفعل فلغن هو فعل بلوس داتيف ومعنى التابعة ذهبت إلى الأمام مباشرة انعطفت يسارا عند تقاطع الطرق هو الفعل في الماضي ثم يمينا عند إشارة المرور يعني انعطفت أو اتجهت يمينا عند إشارة المرور بعد مسافة قصيرة دي شترك وهي المسافة زهزي دين بارك اف دير لنقن زايته رأت المنتزه على الجانب الأيصر أنا فارين بارك يعني كانت أنا في المنتزه وزه أين فاميليا يعني ورأت عائلة دي أنشينند فلورن فار التي كانت على ما يبدو ضائعة أنشينند يعني على ما يبدو فالورن يعني ضائعة ديموتا فخكت أنا نخدم فيك يعني الأم سألت أنا عن الطريق معذرة هل تعلمين حضرتك كيف يمكننا الوصول إلى محطة القطار يا إش قلابو شون نعم أعتقد ذلك قومي بالعودة إلى تقاطع الطرق وإن عطفي يميناً أو اتجهي يميناً اذهب حضرتك على طول الشارع الرئيسي حتى ترى السينما دي هابتشتراسة وهو الشارع الرئيسي ومن ثم وبعد ذلك أم كينو بيغن سي لنكس أب في السينما قومي بالإنعطاف يساراً فلغن سي دي شتراسة بس سي دي بانهوف أف دي ريشتن سايته سيين اتبعي الشارع حتى ترى محطة القطار على الجانب الأيمن كون دانك شكراً جزيلاً كين بروبلم جرن جيشين لا مشكلة بكل سرور كورتز داغوف يعني بعد فترة قصيرة كام اين توريست سو انا اتا سائح الى انا كام هو الفلكومن في الماضي وانت فرقت ناخدن فيك تسو أبوتيك وسأل عن طريق الى الصيدلية انتشولدقون كونن زي مير زاجن و هير اينو أبوتيكو است معذرة هل يمكنك ان تخبرني حضرتك اين توجد هنا صيدلية يا جيين زي جرادو اوس بس تسو بيكراي نعم اذهب الى الامام مباشرة حتى المخبزة بيكراي وهي المخبزة دورت بيغن زي ريشتس اب هناك اين عاطف يمينا نخ اتفا 200 متر بعد حوالي 200 متر زيين زي دي أبوتيكو ان در ايكو سوف ترى الصيدلية عند الزاوية دي ايكو وهي الزاوية دانكشون جرن جيشين انا ستستو سيح اف اينو بانك انا قامت بالجلوس على مقعد في المنتزه دي بانكونا معناه مقعد سيح ستسن في الماضي عندما خاطبها زوجان كبيران في السين داس ايبا وهم الزوجين انشبخخ هو الفعل انشبخخن يعني خاطبا يخاطبو انتشولدقون فير زوخن دي بانك كنن زي اونس هلفن معذرة نحن نبحث عن البانك هل يمكن حضرتك ان تساعدين يا جرن نعم بكل سرور جيين زي تسوم اوسغانق دي سباكس اذهبوا الى مخرج المنتزه در اوسغانق هو المخرج ونبيغن سي لينكس اب ثم انعطيفوا يسارا جيين سي ويتا بس سي دي زويت كويتس اغايشن استمروا حتى تصلوا الى ملتقى الطرق الثاني دي زويت كويتس يعني ملتقى الطرق الثاني اغايشن في المعنى في هذا السياق وصلا البانك على الجانب الايمن مقابل السوبرماركت حرف جار بلوس داتي في يعني مقابل دانكشن نيشت سو دانكن يعني لا داعي للشكر مقابل مقابل